تخيل معي لو انت لسه معندكش قناة على اليوتيوب وشوفت هذه القناة دير تو دو موتيفيشن هذه القناة الجميلة بتكون من فيديوهات بتتكلم عن قصص بتعلم الناس صفات جيدة وصفات جميلة زي الامانة الامل الشجاعة وهكذا والحقيقة احلى ما في هذه القناة هي معمولة بالذكاء الاصطناعي من الالف الى لي عبارة عن صور ثابتة باضافة الى او صوت تعليق طبيعي وحتى كمان بقى لو انت ركزت على ارباح هذه القناة الجميلة في السوشل بلايد هل لان هذه القناة بتحقق في المتوسط الف دولار شهريا فطبعا دي بشكل جميل جدا وبشكل ممتاز عشان كده ان شاء الله في هذا الفيديو والاقي بقدر انت مكتمل مثل هذه الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي خطوة بخطوة اول الخطوة بقى نروح مع بعض علي الشات جي بي تي واحد بدائله زي موقع باو دوتكم التابع لموقع كورا وطبع هتلى اللينك تحت في اول كبتو مسبت وفي سلو الوصف بافضل بدائل للشات جي بي تي هنا بقى كاول خطوة هنا في ادايات شات جي بي تي او اي بديل لي تطلب بقى ان نتعامل كراجل حكيم بيحكي قصص معينة ودينا بقى افكار لهذه القصص ستبتكلم عن صفة جيدة او صفة حميدة زي مثلا الامانة او الشجاعة او المساعدة الاخرين وهكذا فنكتبناها كمثال او ستة او عشر ممكن او تعلم الناس مثلا صفة ما زي مثلا الكوريش اللي هي الشجاعة الصداقة الامانة وهكذا فنانها كمثلها مثلا زي ما اتفاني تم دوسنا انتر وينبقى في الزرف سواني بيعطي لك افكار جميلة جدا خاصة بهذه القصص الممتازة شايف انت او حاجة جميلة جدا دي كده اول قصة مثلا جويل هنا بزا اونست فارمر وهكذا يبقى كده هنديكنا خمس قصص جميلة وديك كمان معها نبزة حلوة خالص خالص يبقى كده اول خطوة لنا في اداة شات جي بي تي الحصول على افكار معينة نبني عليها بقى الخطوات القادمة تاني بقى خطوة احنا ممكن نكتزب احدى هذه القصص الجميلة اللي بتعلم الشخص الامانة او زي مثلا نتخذ ممكن بشكل سريع كده اول قصة اللي هي دي كمثال يعني حلو خالص كنترول سي مطلوب بقى ايضا من اداة بشكل عام انه هو يدينا بقى السكريبت الكامل لهذه القصة يبقى كده كده نخلي كده وندوسنا ايه كنترول بي وانا بقى في ظرف السواني بيهود لك بقى العدة وانشاء سكريبت كامل مكمل خاصة بهذه القصة بشكل ممتاز جدا بتحاتيف بقى التويستنج والبلوت بقى وهكذا بشكل جميل وبشكل اللي ممتاز جدا شايف انت هاجب جد جميلة للغاية حلو خالص يبك ايه كده تاني خطوة احنا كده عرفنا وحصلنا على السكريبت الخاص بهذه اللي بتعلم الشخص الامانة تابع خطوة برضو في شات جي بي تي ايضا احنا ممكن نطلب منه اعطائنا وليكن زي اقتراحات او توجيهات ننشئ لهذه القصة صور فنية او صور معمولة بالذكاء الاصطناعي من خلال موقع زي ميجيرني او ليوناردو وهكذا احنا ممكن نطلب هنا مسلا او ممكن اي موقع اخر خاص بالي اي اي جنريتور وهكذا دوسنا انتر هنا في صرف السواني بيعطيك بعض اقتراحات الخاصة بعمل هذه الصور الممتازة او هذه الاحداث موجودة طبعا داخل هذه القصة وفحواها اذا هنا بقى نيجي الخطوة الرابعة وناخد بقى هذه الممتازة طبعا بقى كمثال هنا ونروح بقى على موقع ممكن بقى بيزود بقى احترافات هذه وهذه التوجيهات اللي ممكن نستخدمها لاحقا في مواقع الذكاء الاصطناعي لانتاج الصور فناخد ممكن كوبي كونترول سي ونروح على موقع نيجيز دوت كوم طبعا يعتبر من افضل المواقع خاصة بالذكاء الاصطناعي حاليا بيحتوع على اكتر من 200 قالب بالذكاء الاصطناعي من ضمن هذه القالب الممتازة حاجة اسمها طبعا اديها ممكن اسم كده بش حتى ممكن احنا ممكن نستخدم برضو اداة نيجيز دوت كوم برضو بشكل مجني تماما ومن ثم نلحق هنا هذا الواصل احنا اخدناه من موقع جي بي تي هلو خلص وانا بديك كده بعض احترافيات الخاصة بهذه الصورة بشكل ممتاز جدا شايف انتهى حاجة بجد منتهى الحلاوة من ثم نعمل كوبي لهذا النص كوبي ونروح على اي موقع خاص بانتاج الصور بالذكاء الاصطناعي اي حاجة زي مسلا موقع دوت اي اي موقع دوت اي اي موقع دوت اي اي موقع دوت اي اي ضمن ده موقع جميل جدا بيقدم ادوات خاصة بالذكاء الاصطناعي بشكل ممتاز جدا وكثير من هذه الادوات اهلا ممكن بقى بممتاز الصراعي نجع موضوع كريت ايميجز ومستمعنا نختار بقى ابعاد الخاصة بهذه الصورة المراد انتاجها زي ممكن نربعة وهنا نعمل هنا اي موقع نيشز ومستمعنا نعمل هنا هنا بقى في ظرف ثواني بيتم انتاج صور جميلة جدا خاصة بهذا الوصف احنا نستخدمه لاحقا في فيديوهاتك على اليوتيوب بشكل مميز جدا ومعنا بقى النتيجة بشكل ممتاز جدا حاجة بجد عالية الجودة ومزهلة للغاية هنا بقى احنا ممكن برضو نستخدم هذه الصورة لو انت عايز بقى تضيف بقى جمالا اكتر لهذه الفيديوهات في اليوتيوب انت ممكن تجعلها بشكل انيميتد شوية وتطفي لي بعض الحيوية والحياة طبعا هنا اذا كنت شرحت في فيديو سابق وانت احنا في اول كموتو مثبت وفي سندو الوصف وبيفضل مواقع تدب الحياة في هذه الصور اللي من الممكن تجعلها صور الى فيديوهات طبعا من ضمن هذه المواقع الجميلة زي اداة Genmo.EI اداة Genmo.EI طبعا بجد اداة جميلة جدا يمكنك تحويل الامج الى فيديو بشكل مميز جدا وبشكل مجاني اهضر برضو الفيديو الموجود تحت في اول كموتو مثبت وفي سندو الوصف هنا كده حصلنا على المحتوى البصري الخاص بالصور او الفيديوهات انجاز التعبير عملناها في موقع Genmo هنا بقي يجي الدور بقى لانتاج الفويس اوفر او صوت التعليق الطبيعي اللي بيعلق وبيحكي هذه القصة هنا طبعا بقى احنا بنروح على طول على اداة ChatGPT الخاصة بهذا السكريبت احنا اخذنا من موقع أو اداة ChatGPT بشكل عام ناخد بقى copy لهذا السكريبت ومن ثانا بنروح بقى احدى المواقع الدكالي صناعي اللي بتحول النص الى صوت تعليق طبيعي مليون في المية وطبعا كل هذه المواقع الجميلة لانتاج الصوت الطبيعي مليون في المية هتلاقيها مجمعة في لينك تحت في اول كمتو مثبت وفي سندو الوصف على الرسوم طبعا بالتأكيد موقع 11labs.io موقع 11labs.io طبعا بجد موقع جميل جدا موقع موزل بيحتوي على يعني الصوت بجد طبيعي جدا بيحتوي على خواص الصوت الطبيعي زي التنفذ وقافات الطبيعية وهكذا وطبعا في خطة مجنية تماما بتسمح لك بعمل فيديوهات ممتازة خاصة بهذه الفكرة على اليوتيوب ورده في موقع تاني جميل جدا اسمه murph.ei موقع murph.ei برضه بيحتوي على باقة جميلة جدا من الصوت الطبيعية اللي بتناسب هذه الفكرة الخاصة بالقاء القصص اللي بتعلم الناس صفات جميلة وصفات حميدة طب كده احنا حصلنا على المحتوى البصري والمحتوى الصوتي لفيديوهاتك على اليوتيوب اصلا ممكن حاجة صغرية جدا بها اضافة ممكن للمسة سحرية كده في هذه الفيديوهات حتى تبدو احترافية زي ممكن او موسيقى الخلفية المؤثرات الصوتية وهكذا طبعا انت ممكن تجيب هذه المؤثرات وهذه ممكن من او مكتبة خاصة باليوتيوب او ممكن تروح على موقع طبعا موقع بيحتوى على اقسام جميلة جدا خاصة بالصوت سواء كان هنا ممكن تكتب انت عايزه ولكن زي ممكن موسيقى جميلة جدا وانها تختربها في هذه او طبعا بشكل جميل جدا وبشكل مجاني استخدام تجارية لكن طبعا حقيقة طالما بقى الموضوع الجيه على موضوع اليوتيوب يفضل انت تجيب كل هذه الموضوع من الاوديو يوتيوب تمام؟ هلو خالص بعدين بقى انت ممكن تجمع بقى في اخر خطوة كل هذه العناصر مع بعض اللي عمل فيديو كامل طبعا انت ممكن تستخدم ممكن اي برنامج منتاج زي او بريمير برو او كامتازيا او او حتى كمان برضو موقع الجميل جدا المتوفر ممكن بقى في تطبيق على الهاتف او ممكن بشكل اونلاين او ممكن في شكل او برنامج عنك على الجهاز الخاص بحضرتك بتسمى طبعا بشكل مجيني تقوم بقى بتجميع كل هذه الصور او الفيديوهات مع الموسيقى الخلفية مع المؤثرة الصوتية وتعمل فيديو جامد جدا ممكن يكون مدة هذا الفيديو ممكن خمس دقايق سبع دقايق ثلاث دقايق زي ما انتفنا تبقى لطول ويستردها هذه القصة زي ما انشأناها في موقع او او اداة شات جي بي تي بجد حقيقي دي فكرة ممتازة جدا استخدمها من دلوقتي لو انت رسا ما عندكش قناة على اليوتيوب وحابة تدور على فكرة جميلة فكرة بسيطة بالدكال الصناعي بدون ظهور وجهك بجد اشتغل على هذه الفكرة الجميلة وربنا يوفى الجميع ولو كان فيه اي سؤال اسف سردان معاكم اشترككم في فيديو القادم والسلام عليكم اشترككم في القناة